وخلونا نتكلم في موضوع حلقاتنا هقول لكم حاجة انا فكرت جدا قبل ما اجي النهاردة بما ان النهاردة يعني عيد الحب طبعا وكلنا عارفين ان 14 فبراير ده يوم عيد الحب قررت بقى ايه اعمل زي الشباب الروش الكول كده والبس احمر لا مش هجيب ده بجيب طبعا بس يعني والبس احمر ومن الصبح وانا برائب مزاج المصريين ماهو المصريين دول اصلهم ليهم مزاج مش اي حاجة كده يعني مش هيقولوا عيد الحب فهيبقى عيد الحب وده بديب وخلاص لا المصريين ليهم مزاج فانا من الصبح برائب مزاج المصريين التليفونات مين بيكلم مين اختي بتكلمني زميلنا في المكتب الناس بتكتب ايه على السوشيال ميديا على اكس على فيسبوك فاكتشفت ان المصريين بيحاولوا يفلفصوا من حكاية ان عيد الحب هو بتاع الحبيبة بس لان ما يمشكل الناس عندها حبيبة لانه يبقى عيد الحب بالمعنى العام الواسع الحب لبابا وماما وولادي واحفادي الحب لصحابي لزميلي الحب لجراني الحب الاكلة لذيذة حد هيعملها لحد ونروح ناكل سوا الحب لمجموعة صحاب الحب للبلد المصريين بقى يا جماعة خلونا افكركم بالحكاية دي من اول 30 يونيا وهم عملوا حاجة قالك بقى لا اصل الحب اللي في القلب ده ما عادش ينفع نكتموا احنا لما نزلنا 30 يونيا كنا نازلين لاننا بنحب مصر ولازم نفضل طول الوقت نسمع مصر اننا بنحب مصر واننا ما بنسهاش عندها وفجأة بقى فيه طقس يوم عيد الحب العالم كله بيقدم دباديب وشوكولاتة وبش عارف ايه وهابي هابي وكده والمصريين بيطلعوا بوستات وطنية وعالم مصر والاغاني الوطنية ويقولوا المصر في يوم عيد الحب بنحبك يا مصر الموضوع ده على فكرة احنا حنتكلم فيه بالتفصيل بس مش دلوقتي اصبروا اصبروا عليها شوية نرجع ما رجوعنا ما لبستش احمر وما جبتش دباديب وقررت زي المصريين من ساعة ممازاجهم الصبح بيحاول يفلفص من الحب بتاع الحبيبة والدباديب لحاجة تانية ان انا كمان افكركم بحب كبير جدا حب الازاعة بتحب الراديو احكيلك امبارح كان اليوم العالمي للازاعة اليوم العالمي للازاعة كل الناس اللي اشتغلت وبتشتغل في الازاعة من مبارح بتكتب على صفحتها وبتكلم صحابها بكل فخر ومحبة احنا بنشتغل في الازاعة تجربتي عشر سنوات ازاعة تجربتي خمس سنوات ازاعة الاجيال الاقدم والاهم كلها بتكتب الازاعة المصرية احنا مش هنحكي تاريخ الازاعة لان احنا كلنا عارفين وكانت ازاعات اهلية وبعدين بقت ازاعة واحدة ومن اللي كان بيغان احنا عارفين الكلام انما خلونا نصحصح في قلوب بعض حب الازاعة احنا شفنا فيلم جميل اوي من كذا سنة كان اسمه بحب السيمة طب تسمحولي انا اقول وانا بحب السيمة انا كمان بحب الازاعة الازاعة دي يا جماعة موضوع كبير اوي الراديو طب ايه رأيكم احكيلكو شوية بما اني اكبر شوية مش اوي يعني اكبر شوية من الناس من اللي بيتفرجوا علينا هي ايه حكاية الازاعة احنا طلعنا في بيوت كان فيها راديو خشب كبير الراديو الخشب الكبير ده بزراير كبيرة الزرار قد كباية كده وكان الراديو ده بيسخن وكان بلومض وكان الزرار اللي بنحول بيه ما بين صوت العرب وامجاد يا عرب امجاد وبين الشرق الزرار اللي بنحول بيه ده كان كبير جدا وكان لما الراديو يسخن قوي يسكت وكان لما يسكت نضربه باللقامية فيغني الراديو كان شريك المصريين قبل التلفزيون التلفزيون دخل سنة ستين وما كنا بنسمع الست منين من الراديو الخبيث الاول في الشهر من الراديو القرآن والشيخ محمد رفعت وادان رمضان منين من الراديو الراديو كهربة ثم بقى راديو ترانزيستور وبحجارة الاول كان بحجارة يربطوها وراء ثم بقى راديو ترانزيستور بنذاكر على الراديو نسمع ازاعة ام كلسوم والاغاني ام كلسوم عبدالوهاب فايزة وردة عبدالحليم فريد لطش البنات واللي مخطوبة واللي جوزها مسافر بتحب على الراديو واتطير المسافر وبرامج الرسائل اللي بتبعت رسائل بين واحد ومرأة هو بيشتغل بعيده وبنعاية على الراديو لما يبقى متضايقين نسمع اغنية ولما انتصرنا في حرب تلاتة وسبعين انتصرنا وصوت اغاني الراديو بيغني معانا على الربابة بغني وكلنا سمعنا عن خلية الملحنين والمغنيين اللي دخلوا الاذاعة المصرية وما خرجوش ويسابولنا اشياء عظيمة صوت العرب القناة المحطة المصرية كانت بتلعب دور اقليمي عظيم كانت بتدعم صورة الجزائر سمعنا اتربنا واحنا اطفال صغيرين على غنوة وحدوتة وقبلة فضيلة وياولاد ياولاد توت توت تعال واتفرجنا وكنا بنسمع برنامج على فكرة اسمه حول الاسر البيضاء كانوا بيروحوا يزوروا المرضى في المشتشفيات ونسمع منهم كنا بنسمع قال الف اليسوف لغتنا الجميلة الف ليلة وليلة فوزير رمضان مسلسلات فؤاد المهندس كمان كان في محطة اسمها زاعة الشعب كانوا بيمحو امية الناس من خلال زاعة الشعب وكان فيها اغنية مشهورة جدا برنامج بيقولك ياللي اتحرمتهم بالتعليم الفرصة لسه جيالكم من غير ما تدفعوا ولا مليم ازعتنا جاية تعلمكم كنا بنسمع السهرات الازعية سمعنا عواد بع أرضه وسمعنا تاج الجزيرة وسمعنا الدندرمة الازاعة المصرية والراديو اللي انا بحبه وشم وجدان المصريين بالفن والثقافة والرهافة والإبداع والحكايات والأصوات الجميلة والموسيقى الكلاسيك والموسيقى اللايد في البرنامج الأوروبي والبرنامج الثاني وبرامج المثقفين والتضامن العربي في صوت العرب وامشي بخفة ودلع وطريق الالف ميل يبدأ بخطوة في إزاعة الشرق الأوسط والخميس الأول من كل شهر مع الست كانوا كنا زمان في بيت ستي في البلد بنسمع الراديو لما ما كانش فيه كهرباء عاكله ببات وكان الجنين اللي في الجنينة يحط دماغه على الراديو كده وكأنه يعني سمع صوت سحر من الجنة الراديو أنا بحب الراديو زي ما بحب السيمة وخلوني أقول لكم حاجة أنا كمان اشتغلت في الراديو بصوتي أوصل لك اللي أنا عايزاه إني بحترمك وبحبك وإني عايزة تديك معلومة ولها قيمة وإني حريصة إن ودنك وقلبك ويفضلوا معايا يوم العالمي للإزاعة ستبقى الإزاعة رغم السديهات والإمبيسيهات والزكاء الصناعي والمواقع ستبقى الإزاعة إنك تفتح الراديو هم هيدونا أغنية أنا معرفاش أنا أقدر أعمل بلايلست وأختار أي أغاني لكن ستبقى الإزاعة بسحرها برونقها بمساحتها في قلوب الناس وأكتر وأكتر قلوب المصريين لسه هنكمل كلامنا عن الحب اللي المصريين مقررين يودوه في حتة تانية نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الحب بالذات في حب مصري